أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس قرارا بشأن إضافة شروط جديدة لمنح ترخيص مدارس خاصة أجنبية جديدة في البلاد بمختلف أنظمتها القرار نص في مدته الأولى على زيادة فقرة جديدة بشأن نظام التعليم الخاص وبمقتضاها يجب أن يقدم طالب الترخيص للمدارس المشمولة بالقرار دراسة جدوى اقتصادية وفنية لمدارس المرحلة المطلوب ترخيصها وعلى الراغبين في فتح مدرسة أجنبية جديدة بمختلف الأنظمة واللغات إضافة مراحل دراسية لمدارس قائمة على ألا يخل تطبيق هذا القرار بأي قرارات أخرى تتعلق بطالب الترخيص